موسيقى رواد الأعمال أسعد الله وقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال كما عودناكم في كل حلقة نصدف رجل أعمال معنا اليوم الشيف أنس العطار من حلويات عبد الرؤوف العطار أهلا وسهلا بكم بداية نشرف نتشرف فيك معنا برنامج رواد الأعمال ومن قناة ABC نتمنى لتعرفنا وتعرف المشاهدين بداية كيف أسستوا المكان شو السر اللي ناس تعرفك فيه اسم عبد الرؤوف العطار كيف كانت البدايات أهلا وسهلا أكيد نحن نعرفكم نعرف الزبائينا الكرام السر أول شي أنا اسمي الشيف أنس عطار معروف بالشيف عبد الرؤوف عطار السبب الرئيسي هو كان بداية ما بلجت بالمشروع الحلويات منزلي فكان شغلي على الونلاين فكانت العالم تعرف هنا بداية كان عندي ارتباع فيسبوك فكنت ألحظت لإسم عبد الرؤوف اللي هو اسم ابني فكانت العالم يعني تساويلي طاق على الني على الاسم فهون أعظم زبائينا عرفوا اني اسمي عبد الرؤوف ونسيو أنا سعطار فما في مشكلة هذا اسم بتم لأي لي لأبني أنا بدأت من حرويات صلي 26 سنة بدأت في سوريا في حلب ومرورا إلى السعودية وحاليا نحن مستقرين هون في دولة الإمارات الله يحفظها فتحنا المحل هون بـ 2023 شهر 9 شيف أناس ممكن تخبرنا ما هي أنواع الحلويات اللي بتقدموها عندكم وكيف تميزتوا ما هي الأنواع والأصناف اللي تميزتوا فيها تمام الأصناف اللي تميزنا فيها أولا حلوة الجبن يعني متل ما سبعتلك إني اشتغلت في المشروع المنزلي وتميت أكتر من سنتين سنتين وشوية يعني أعم اشتغل بالحلوة الجبن وهي أكتر شي اللي يعني دخلت كل بيت وحبوها بالإشطاء الفريش والحلوة الجبن الفريش وحفتي فكان هاي أول تميز إلي وانتمام يعني كمان الزبائننا صار يطلبوا أكتر من الأقام والساعة نعم نعم نوسع أصناف نعم نوسع مع يعني هاي الأصناف حاليا مو كلاتة ولساعة شوية شوية من نزل بقية الأصناف بالنسبة للأصناف لدينا تقريبا أكتر من 50 صنف منهم المعمول البرازي الغريبة الحلوية العربية الحلوية العربية بين النعرين الهلايس النبكية بالإضافة للكيك الكيك الغربي السلايس عندك الخلير الليالينا المحلاية بالنسبة نحن كمان نقدم الأعراس ومناسبات بكميات كبيرة طبعا هذا الحكيب يكون قبل حجز مسبق شيف بعد النجاح الرائع والسمعة اللي كتسكتوها في إمارة الشارقة وفي الإمارات بشكل عام ما هي الخطة وما هي الرؤية المستقبلية؟ الخطة إن شاء الله نحن نسعى للأفضل ونسعى أن نفتح فروع بقية الدولة بإذن الله فهي بتقف لموضوع يعني وقت معين فيه وقت بدي يكون يعني بلشنا بمشروع منزل بلشنا هوني إن شاء الله لقدام عم نتوسع إن شاء الله شيف أنت كرائد أعمال من خلال خبرتك شو بتنصح الناس الجديدة اللي حاب تبدأ عمل خاص فيها؟ بالنسبة للي أنصح أي واحد بدي يفتح مشروع أهم الشي يشتغل يعني الشي اللي هو اللي بيفهم فيه إذا كان هو شيف فلازم يقدم أفضل شي عنده الجودة ويدرس الأسعار الأسعار مهمة بل وقت هذا مهم واللوكيشن واللوكيشن بيكون أساسي بالنهاية ما هي الرسالة اللي بيحب يوجهها الشيف أنس لدولة الإمارات ولحكومة الشارقة منقول لدولة الإمارات الله يحفظها ويحفظ الشيوخ ويحفظ الأمن والأمان هذا أهم الشي ودائما هنا يعني منتشكرهم دائما عندهم عطاء كبير للوافدين بالنهاية ممكن تخبر جميع المشاهدين اللي عم بيتابعوك حاليا كيف قدروا يوصلوا ويتواصلوا مع حلويات عبدالرقو في العطاء نحن عنا على الواتس أب رقبنا معروف بلاس في عنا الفيسبوك الانستجرام هذول إذن نحن معروفين فيهم وموقع الخان نحن خلف بناية السعادة خلف برجة سعادة نتشكرك شيف أناس نشكر جميع طاقم العمل في حلويات عبدالرقو في العطار نتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح أهلا وسهلا شكرا لكم بكثير إلى هنا عزا المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC ذمتم بخير وفي أمان الله اشتركوا في القناة